اشتركوا في القناة شهدت المملكة المغربية الشقيقة نمواً وتقدماً مستمراً على كافة الأصعدة منذ تولي حاكمها الملك محمد السادس مقاليد الحكم في عام 1999 وقد قطعت شوطاً كبيراً في العديد من المجالات الاقتصادية والبشرية فالمملكة المغربية وضعت العديد من برامج التنمية المستدامة التي ستخدم وتمكن فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي لتظل مستمرة ومواكبة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية فسحائب الخير والبركة هذه التي انهمرت على المملكة المغربية لم تأتي من فرق بل جاءت بفضل السياسات الحكيمة للملك محمد السادس وتكريسه حياته لإرساء دعائم الدولة الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية وخياراتها الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن جهوده التي تكللت في الإصلاح السياسي والحقوقي في البلاد هذه الرؤية الثاقبة من ملك المملكة المغربية جعل منها اقتصاداً قوياً يعود بالنفع والفائدة على المغرب وشعبه كما استطاع برؤيته جلب الاستثمارات العالمية ووضع الاستراتيجيات والمبادرات الضخمة التي تحقق الازدهار والرقي للمغرب الشقيق على الدوهم فهذا العطاء الفذ لم يقف عند هذا الحد بل ساهم ملك المملكة المغربية أيضاً بشكل إيجابي في الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى جانب محاربة الإرهاب والتطرف طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر